رغم تأكيد إيران تسلمها دفعة من أنظمة S-300 الصاروخية إلا أن موسكو وبعد صمت أشهر عدة أكدت أنها ستسلم إيران عدة وحدات من النظام الصاروخي بنهاية العام الحالي فلادمير كوجين مساعد الرئيس الروسي نوه بأن إيران تسلمت منظومة واحدة تقريبا حتى الآن هذا العام وتعبير تقريبا الذي أطلقه المسؤول الروسي يتماشى مع قول محللين عسكريين روس أن طهران تسلمت وحدة للعرض وليس للاستخدام حتى الآن والمثير في الأمر كما ذكر مراقبون أن إيران كشفت في عرض عسكري أخير للجيش عن نظام S-300 الصاروخي وأظهرت صورا للتلفزيون الإيراني قالت إنه نظام S-300 لكن بدأ اليوم من تصريحات موسكو التردد حتى الآن في تسليم إيران هذه الأسلحة وسط معارضة واشنطن ودول إقليمية لاستفقه ووعدت روسيا في السنوات الثلاث الأخيرة طهران عدة مرات بتسليم قريب لهذه الأنظمة الدفاعية لكنها لم تفعل وهذه الأنظمة الصاروخية S-300 دفاعية في جوهرها ويمكنها إسقاط صواريخ وطائرات ولها أيضا قدرات توجيه ضربات على أهداف تبعد 150 كيلو مترا بسرعة كيلو مترين في الثانية وكانت إيران قد وقعت عام 2007 اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة صواريخ S-300 بمبلغ قدره 900 مليون دولار لكن الصفقة لم تتم بسبب العقوبات التي فرضت على إيران وقتها على خلفية برنامجها النووي قتيبة تركستاني العربية